جميع مشاهدي قناة نسمة احنا حاليا في القصرين واليوم كنا في زيارة الى مدخل يعني بوابة محمية الشعامبي وين موجودة وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني وين ادت غرفة عدول التنفيذ بالكاف زيارة وحملوا من خلالها ورود وقدموها لأعوان الامن والجيش والحرس في حركة تهدف لحشد عزائمهم وكنا تصنى بعض قيادات من الجيش الوطني والحرس الوطني حول المستجدات اليوم على الميدان اللي اكدونا انه ربما ما فهماش مستجدات كبيرة لكن فما تقدم في عملية ملاحقة الارهابيين يعني تقدم في عملية التمشيد وحول يعني خطر الالغام ربما قالوا انه بحول الله في الفترة في الايام القادمة ما عاشوش نحن نسجلوا اصابات ربما في صفوف الاعوان لانهم غيروا من ملاليات اللي قاعدين يستعملوا فاها باستعمال المدرعات باستعمال الانياب وفهمت تقدم في ملاحقة الارهابيين اللي عددهم يعني فوق العشرة اشخاص